بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الخطاب القرآني موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن هو موجه لجميع المؤمنين ولجميع المسلمين الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بهذه الصفات خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ورد في نزول هذه الآية المباركة روايات كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وآله سأل جبرايل قال يا جبرايل وكيف أأخذ بهذه الأمور فقال لا علم لي حتى أسأل ربي وفعلا لما سأل جبرايل ألبار جل وعلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله أعف عن من ظلمك وصل من قطعك وعط من حرمك وهذه الأخلاق التي امتدحت من قبل الله سبحانه وتعالى عند النبي صلى الله عليه وآله كما ورد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله قال أدبني ربي فأحسن تأديبي فقيل يا رسول الله بماذا أدبك ربك قال قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فلما امتثلت قال وإنك لعلى خلق عظيم هذه المضامين والعناوين الثلاثة الأخلاقية السامية كيف نأخذ بالعفو العفو في هذه الآية المباركة بمعنى الصفح والمسامحة ولا بد لكل مؤمن أن يتسم ويتصف بهذه الصفة ولا كيف يكون إيمانا ورد في رواية أن المؤمن لا يبيت في قلبه الغل ثلاثة أيام لا يبيت في قلبه الغل محقود المؤمن يصفح يعفو هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله الذي هو من أمرنا باتباعه وبالتأسي به كيف كان يعفو النبي صلى الله عليه وآله يعفو عن أعدائه ويدعو لهم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قال خذ العفو وأمر بالعرف ما معنى العرف العرف أيها الأحبة يأتي في معاني كثيرة مرة العرف أي عرف العقلاء تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أقر كثيرا من الأعراف التي كانت قبل الإسلام في كتابه العزيز كان العرب يعتنون بمسائل كثيرة منها أنهم يعرفون بحمى الجوار يحسنون للجار ويعتنون بالجوار الله سبحانه وتعالى أقر هذه السنة وهذه العادة وهذا الخلق بل أطره بإطار عبادي أي يثيب عليه لذلك العرف المقبول عند العقلاء قد يقول قائل يعني الآن كل الأعراف الموجودة نأخذ بها لا قطعا أن الأعراف التي يتقبلها العقلاء من شرائع ومن سنن ومن عادات نعم يأخذ بها لا بأس بها هذا واحد معنى آخر من معاني العرف أي المعروف أنك أؤمر بالمعروف يا رسول الله وهذا تعلمون من أهم الفروع الدينية بل قوام جميع الفروع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كيف نعرض عن الجاهلين البعض يقرأ القرآن الكريم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يأخذ هاي كلمة السلام كيف يطبقها مجرد أنه يتكلم مع أحد ولا يعجبه ذلك الكلام يقول له سلاما سلاما أي يريد أن ينبهه أنت جاهل لا ما هكذا أعرض عن الجاهلين أي لا ينال الجاهلين منك إلا السلام قالوا سلاما أي أننا لا نؤذيكم ولا نرد عليكم بجهلكم أو بالجهل الذي أنتم تقابلوننا به هذه أخلاق الإسلام أيها الأحبة الإنسان المؤمن عليه أن يلتزم بالواجبات الشرعية من جهة وعليه أن يهتم ببناء روحه وبناء شخصيته بناءا مهما وبناءا أخلاقيا كما كان النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام هذه هي أخلاقهم تعال إلى أمير المؤمن صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع العفو ومع الصفح مع قاتله مع أشقى الأولين والآخرين عدو الله عبد الرحمن المرادي كيف صفح عنه قال ابني حسن مما تأكل إطعمه ومما تشرب إسقه فلا بد أن تكون أخلاقنا هي على هذا النهج إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر